كشفت صحيفة The Economist البريطانية عما وصفته بطريقة جديدة لتهريب أموال الفساد من داخل العراق إلى الخارج دون ريقبة أو محاسبة وذكرت الصحيفة في تقرير أن الجهة المسؤولة الفاسدة في العراق عانت خلال الفترة الماضية من صعوبة نقل أموالها المسروقة إلى خارج البلاد نتيجة رفض البنوك الكبرى القبول بالتحويلات المالية الكبيرة من داخل البلاد بالإضافة إلى صعوبة تهريبها عبر الطرق البرية معلنة ظهور نافذة جديدة من خلال مطار بغداد الدولي وكشفت تقارير صحفية عن قيام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتغيير الشركة البريطانية المسؤولة عن فحص البضائع والأمن داخل مطار بغداد الدولي والمعروفة باسم شركة G4S بأخرى جديدة باسم Business Intel ذات الهوية الكندية موضحة الشركة الجديدة لا تملك أي خبرة في مكافحة تهريب الأموال والبضائع عبر المطارات وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وانو نيوز نقلا عن موظفي مطار بغداد الدولي فأن نقل الأموال المهربة والمسروقة من المال العام أصبح سهلا جدا ويتم منذ أيام نقل كميات هائلة من الأموال عبر المطار الذي تحول إلى منفذ لتهريب عائدات الفساد مراقبون انتقدوا غياب الإجراءات الرسمية من حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد الشعاع السوداني لمكافحة تهريب الأموال على الرغم من إعلان نيته تنظيف البلاد من الفساد بحسب وصفهما دعينا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المنفذ وإعادة السيطرة على مطار بغداد الدولية